إذن مشاهدين بمزيد من البحث والتحليل معنا من واشنطن المحلل السياسي الدكتور عبدالوهاب القصاب أهلا بك دكتور قصاب معنا في مساء العراق إذن هل تعتقد أن هناك خاشة حقيقية لدى الكتل السياسية في العراق من نتائج الانتخابات الأمريكية المقبلة؟ بالتأكيد يعني كل الأشتات الحقيقة المشكلة للطيف السياسي العراقي فضلا عن رأي العام العراقي نفسه يعني ينتبه القلق من مخرجات السياسة الانتخابات الأمريكية القادمة ولعل سبب رئيسي من هذه الأسواب أن أنماط الانتخابات من جهة وأنماط السياسة الخارجية الأمريكية من جهة أخرى ليست واضحة بذلك الوضوح الكلي للناخبين العراقي والمواطني العراقيين دكتور هي الملف العراقي ككل لا يبدو بذات الثقل الذي كان عليه في الانتخابات السابقة هل تتفق مع هذا رأي أملا؟ نعم أتفق معك أنه أساسا هو منطقة الشرق الأوسط انزحت بشكل وبآخر إلى أسبقية متأخرة في ثراتبية اهتمامات الولايات المتحدة في العالم لكن إذا ما تحدثنا عن العراق هناك طبعا القوى الميليشيوية ترى في ترامب تهديداً وترى في إزاحته من السلطة مكسباً أو نصراً للمدرسة السياسية الإيرانية التي تؤثر في هذه الميليشيات تأثيراً كبيراً بنفس الوقت ترى في مجيء بايدن عودة لأحلام فترة أوباما هنا طبعاً هنا أنا لا أتفق مع هذه النظر أن الولايات المتحدة في عام 2020 هي ليست الولايات المتحدة بالضبط هذا أيضاً حتى ما تحدث به المرشح الديمقراطي جو بايدن لما كان الحديث يدور حول إيران في المناظرة الأخيرة تحدث عن عقوبات سيوجهها لإيران في حال انتخب هذه المرة إذن ربما الاستلقاء والاسترخاء فيما يتعلق بنجاح جو بايدن بالرئاسة هذه المرة ربما لم يكن على المدى اليقيني أليس كذلك؟ أنا أتفق معك أساساً أنا قلت نظرة سطحية لأولئك الذين يتصورون بأن مجيء بايدن سيرفع عن كاهل إيران كثيراً أنا أتوقع أن إيران ستعطي هذه الميليشيات ستدخل في هدنة ما لترى كيف سيتصرف بايدن طبعاً نحن نتحدث بايدن سيستلم فيما إذا نجح بعد عشرين كانون ثاني يناير القادم ما الذي سيتصرف وبالمقابل بايدن كما قال في لقائه الأخير مع ترامب في المناظرة أنه سيفرض عقودات السياسة الخارجية الولايات المتحدة لن تتيح لأي رئيس بأن يقبل وإلى أي مدى يمكن أن تؤثر نتائج الانتخابات الأمريكية على مستقبل الاتفاقات المبرمة بين البلدين خاصة فيما يتعلق بالوجود الأمريكي العسكري هنا أيضاً هناك علامة كبيرة أساساً هي اكتفاقية التعاون الاستراتيجي دخلت حيز التنفيذ رغم أنها وقعت في حقبة المالكي وبوش لكنها دخلت حيز التنفيذ بعد انسحاب القوات الأمريكية في 31 ديسمبر 2011 في حقبة عند أوباما فهناك شيء من الراحة شعرت به إيران وحلفاء في العراق من سياسات أوباما وبنفس الوقت هناك شيء من الخشية بأن النائب أوباما الذي هو المرشح الرئاسي الحالي بايدن كان قد رفع شعاراً لتقسيم العراق إلى ثلاثة فدراليات ربما يكون قد تراجع حتى عن هذه الرؤية في هذه المرحة هذا ما وددت أن أقوله يعني ليس هناك من يتمكن من أن يضع سكيناً ويقسم كما السكين في الزبدة الكرد والعرب عموماً سواء كانوا شيعة أو سنة يعني فيما بينهم الكثير من الأواصر التي تمنع حقيقة عملية فك هذا الاشتباك هنا أيضاً سيكون لأولئك الذين يحلمون بمزيداً من الفدرالية أو الكونفدرالية لن يكون الرئيس بايدن فيما أيضاً تخذ مع هذه بالإضافة إلى دكتور هناك حديث معلوم عن قضية أنه كما أن السياسة الأمريكية تحددها المؤسسات ولكن يبقى للرئيس صلاحيات وأوامر تنفيذية هنا ما يبدي من بعض الكتل السياسية خاشته من هذه النقطة تحديداً على اعتبار أن كانت هناك كثير من القرارات صدرت عن طريق صلاحيات ممنوحة للرئيس الأمريكي صحيح يعني بالمناسبة أيضاً النمط القيادي للشخصيتين حقيقة هو بايد ترامب هو نسيج وحده لم يكن هناك في تاريخ الولايات المتحدة من يشابهه نعم ولذلك لا أظن أن رئيس بايدن فيما إذا انتخذ سيلجأ لنفس الوسيلة واضح واضح من واشنطن كان معنا المحل الأسياسي الدكتور عبد الوهاب القصاب شكراً جزيلاً لوجودك معنا